حملة الفريق الخدمي والهندسي استهدفت أكثر من أربع عشرة منطقتان محرومتان من الخدمات وشملت بأعمال الجهد الذي اتسعت إلى مناطق أخرى في العاصمة منطقتا شاكر العاني ودوانم الشعلة وصلت نسب التأهيل فيها إلى مراحل متقدمة منذ انطلاق الحملة كانت معاناتنا هاي شارع مين طب الشتي كانت طينة وكانت مي ماكو وكانت مجار ماكو وهسا نعمة من الله والناس فرحانة وخدمات كل زينة سوى إن شاء الله التبليط أستطيع أن نقول بعدهم يعني بداية من كهرباء من مجاري المردات مال الصب ومن ثم راح يبلشون بالتبليط ابتهي أعمال الترابية ومدنا أنابيب المياه وأنابيب المجاري ونصب الأعمدة وصلنا إلى مرحلة الصب والأرصفة منطقتا سبع قصور وحي الكوفة هما أيضا أعمال التأهيل فيها مستمرة لا سيما أعمال القشط ومد الأرصفة الجانبية وإبدال شبكات مياه الإسالة القديمة بالجديدة جنا نعاني لا عدنا شوارع مرتبة كلها تراب وبالأمطار فيضانات وما عدنا مكانات اللي نمشي عليها من التبليط والخدمات كل شي ما عدنا تغيير من السمال القاع يعني ويشتغلون الشغل اللي يرضى بي الله وبنادم وخطة يظلون للمغرب يشتغلون وسووا لنا مجاري وسووا لنا تبليط وفتحوا لنا طرق مختصارة مربوطة مننا لسبع أخصور مننا للإحسينية مننا وين تريد تروح وين الحي الكوف تروح مننا للكاظم حتى الزحامة هذه صباحة تبلطتها هذه صباحة تبلطتها خير من الله تكثيف أعمال التأهيل من قبل الجهد الخدمي الحكومي وفق المواصفات الفنية والهندسية في الطرق ساهم بربط المناطق المحرومة من الخدمات بالأحياء الأخرى وجعل حركة سير العجلات والمارة أكثر انسيابية من بغداد محمد العيداني العراقي الإخبارية